ستعلن الحكومة عن الزيادة العامة في الأجور والتي تم الاتفاق حولها مبدئياً بين الحكومة والنقابات تصل إلى ألف درهم بالإضافة إلى تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و 400 درهماً وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الزيادتة هم فقط موظف السلم تسعة فما فوق أما عن القطاع الخاص الحكومة اقترحت على النقابات الأكثر تمثيلية زيادة تمس الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% ستطبق منها 5% في لال السنة الجارية و 5% في السنة المقبلة وذلك في الوقت الذي طالبت فيه النقابات بزيادات أكبر تصل إلى حد 5 ألاف درهم شهرياً كحد أدنى للأجور وبحسب المعطيات ذاتها فإن الحكومة والنقابات المركزية في طريقها للاتفاق حول هذه المقترحات التي سيتم التوقيع عليها في أفق الثلاثاء المقبل ومن المرتقب أن يتم تنزيل زيادة العامة في الأجور على شطرين الشطر لأولفل للسنة الجارية ابتدئ من الشهر يوليوز لمقبل شطر الثاني ابتداء من السنة المقبلة أما بخصوص المتقاعدين لم يتم تطرق لزيادة أجور للمتقاعدين ويبقى سؤال لماذا الحكومة تهمش هذه فئة من زيادة في الأجور شكرا